تطور مهم في ليبيا تمثل بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية وتعين فرحات بن قدارا خلفا له حمل معه الكثير من المغازي التي من شأنها أن تعيد ترتيب التحالفات السياسية والأمنية القائمة بين الشرق والغرب مؤسسة النفط في ليبيا من أعرق المؤسسات وعلينا أن ندعم جميعا عودتها لدورها الحيوي في دارة أهم مورد وطني الذي من المهم أن يكون بعيدا عن التسييس فهي مؤسسة فنية بحثة ينظم عملها القانون إحتى مؤشرات بداية تغير هذه التحالفات إنهاء الجهات التابعة لخليفة حفتر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بمجرد تعين بن قدارا رئيسا لمؤسسة النفط رغم أن ما طلبها الرئيس كان تسليم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد البيبة السلطة لفتح بشغى رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب في تبرق اليوم النفط فتح الحقول بدأ التصدير وهذا شيء جابي ورحبت به كل الدول ويرى مراقبون أن حفتر يسعى لضمان حصة من عائدات النفط ولا يمكنه الصمود أكثر أمام الضغط الشعبي والدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تريد تدفق النفط والغاز الليبيين نحو أوروبا لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية على المحروقات الروسية والتهاب أسعار الطاقة عالميا بالمقابل فإن البيبة يدرك أن عدم حل أزمة الكهرباء سريعا أو على الأقل التقليل من ساعات انقطاعه من شأنه أن يطيح بحكومته الشعبية حتى الآن لم يتجاوز توافق البيبة وحفتر مسألة النفط ولم يتم التوافق بعد بشأن اعتراف الأخير بحكومة الوحدة وسحب البصاط من تحت حكومة باشغة فلتبيبة وحفتر ليس لوحدهما في تقرير مصير البلاد فهناك فاعلون آخرون بإمكانهم قلب الطاولة على غرار مجلسي النواب والدولة الذين قد يتفقان على حكومة جديدة لا يكون على رأسها لا لتبيبة ولا باشغة ترجمة نانسي قنقر